آية قصيرة تنجيكم من كل حاسد ومن أعدائكم فقد عليكم بقراءتها في الصباح وقبل الخرج من المنزل ستعطيكم وقارا مع كل الناس وتنجيكم من أعدائكم الذين يريدون لكم السوء والشر فقد اقرأوها بني ويقين وسترون بإذن الله تعالى سيعطيكم قبولا وينجيكم من كل الأعداء فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطهرين واضغطوا على زر الإعجاب لأعرفكم مسلما صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم وكما ترون في العنوان أعطيكم هذه الآية المباركة فضائلها عزدة فهي تنجيكم من أعدائكم ومن الناس الذين ينون لكم الشر هذه الآية من سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم وأعود بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرمهم ترجمة نانسي قنقر